موسيقى حلف الاستخبارات الجزائرية الفرنسية ما اصمد منذ مدة ضد المصالح المغربية في وجه اول حادثة تسير على الحدود التونسية وحسب جردة صباح صادر اليوم فقد كشفت واقع الترحيل الصحفية والناشطة الحقوقية اميرة بوراوي الى اليوم المستور ولم تتأخر الجزائر الرسمية فضح تنسيقها مع المديرية العامة للامن الخارجي الفرنسي وذهبت وكالة الانباء الجزائرية حد التلويح بالقطيعة بين الجزائر وباريس على خلفية القضية المذكورة الجزائر تهمت المخابرات الفرنسية بالسعي لاحدات القطيعة واكتبات الوكالة الرسمية الجزائرية محدرة باريس ليعلم هؤلاء انهم اذا فكروا في تكرار سيناريو خليج الخنازير فقد اخطأوا العنوان ومن جهتها حولات فرنسا اخفاء الجانب المخابراتي من محور الجزائر باريس بحيث علنات على لسان فرنسوا ديلما نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اول امس الخميس على انها غريتواصل جهود لتعزيز العلاقات رغم تهمها بتدبير هروب عميلة كالستر في عباءة العمل الحقوقي واستدعت الجزائر 24 ساعة قبل ذلك سفيرها في باريس بعد الاعلان عن عبور بوراوي الحدود الى تونس بشكل غير قانوني والهروب من المراقبة القضائية الجزائرية بدريعة انها كتواجه حكم بالسجل العامين بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية عبر منصات تواصل الاجتماعي